فترة المعاشرة تبا لك عشرة تجيب مع مارسي الكولر صح؟ طبعا قول لي بقى قول لي لجوه قول لي الراجل ده بيفكر يعني احنا بتشوف الترجمة ترجمة انجازات وبطولات واداء رائع جدا من النادي الاهلي وكل شيء جيد من مارسي الكولر من ساعة ما جي النادي الاهلي انت بقى لامس ايه من جوه شايف الراجل ده ليه ناجح ليه ناجح مع النادي الاهلي بص هو اول كلمة انا انا يعني اول حاجة او اول جواب على سؤال انا سألته هو انه بيهتم بالتفاصيل جدا بيهتم بكل التفاصيل الصغيرة واخدنا الكريم بجد يعني المدرب الناجح هو ده فعلا ودي برضو كانت من مميزات الكابتن حسام حسام البدل انه بيهتم بكل التفاصيل الحاجات دي همه جدا 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 اه لا يعزي ايه بتفاصيل دي كل حاجة عشان باسم نستخد الصورة منك لا يعني احنا الكابتن حسام باسم نحن في الجزائر ده كل ايه وده شريب ايه وده نعم امتى وده ليبس ايه كل جا حاجات تفاصيل صغيرة ما بيسيبش حاجة للظروف اه لو ممكن المدير الفني ما يهتمش بيها يهتم بطريقة اللعب والمشكيله وخلاص لا طرعا انا بقولك انت مسؤول عن الكيان باكمله انت مسؤول عن اللعيبة مسؤول عن الجهاز الفني اللي معاك مسؤول عن الجهاز الطبي مسؤول عن الجهاز الاداري انت مسؤول عن كل ده فكل دي تفاصيل لو نكلم بقى بالنواحة الفنية أنا يعني شديني المستاكولر أكتر من حاجة طريقة اللي أبلي بلعب بيها تطور الجماعي للفرقة وتطور الفردي لبعض اللعيبة سواء تطور بدني أو تطور فني كل دي حاجات خليت عندي يعني خلي عندي الشغف أن أنا لأ أشوف الرجل ده بيفكر إزاي واستفاد منه فلأ هو أنا شايف أنه مدرب ناجح جدا 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 فيه ناس كثيرة ممكن تكون بيوصل النتائج بس لكن أنا كمدرب أو كلعب صابق كمان لا مش بيهمين النتائج بس بيهمين الأداء فيه خطط أو فيه طريقة لعبة لعب فيه تحركات من البعض اللعيبة في الملعب بتحصل إزاي أربعة تلاتة تلاتة اللي بيشتغل بيها اللي أنا شايفها أنها من وجهة نظري من أفضل الناس اللي طبقت أربعة تلاتة تلاتة مستاكولر مع اللعيبة اللي موجودة طبعا فكل دي حاجات شدتني أن أنا عايزة شوف الرجل ده بيفكر إزاي طيب مارس الكولر الأداء تحسن معاه كثيرا جدا مارس الكولر جاي مع مدرب بعد مدرب بيتسوم سيماني يسيبك من فاطل الصورش دي كده فترة عدت كم ماطشو ماشي بس بعد مدرب عمل إنجازات كبيرة جدا وقالف بيه في الشهرناء بتاعتنا دي كده يعني يقولك ايه أول ما ييجي مدرب بعد مدرب ناجح هيتكرم مباشرة بيه ده حصل مع كابتو حساب البدل حتى مع مانوود جوزين انت كنت متوقع كل هذا النجاح من مارس الكولر في فترة قصيرة لا يعني هو النجاح كبير جدا جدا ما قدرش هول كنت متوقع لاني ما كانش عندي خلفية كبيرة عن مارس الكولر لكن بالأداء اللي أنا شايفه والنتائج والبطولات فهو عمل ما قدرش أول إنجاز لأنه طبعا في النادي كبير جدا ونادي ألم تعود على البطولات لكن أقدر قولنا عمل حاجة كويسة وعمل حاجة كبيرة كمان لتقريبا أربع بطولات كل البطولات الممكنة كل البطولات كل البطولات نجاح 100% والأهم من ده كله يا كريم كمان أنت في النادي الأهلي فالفكرة ما بتبقاش بطولات بس مسلمين عمل بطولات صح مش لي لأن أكيد من الفكرة في تفكير مجلس إدارة النادي الأهلي مش البطولات بس لكن مع كلها الموضوع مختلف بطولات مع تطور فردي لللعيبة مع شكل كويس جدا للفرقة هجوميا ودفعيا فكل ده يخلي الراجل ناجح ناجح بشكل جيد هل الراجل عصبي لأ أنا شايفه كده خلقا لا لا أنا شايفه شايفه هادي جدا وعقلاني جدا جدا ويمكن زي ما كنا بنتكلم قبل ما نبقى على الهواء أنه هو بدأ يعني إيه بيتعامل مع الأمور بواقعية أكتر ويمكن ده كان من ضمن الأسئلة أو الحوارات لأنه طبعا باستمرار أنا وهو على الأقل بعد التمرين بنتكلم آه بنتكلم أنا وهو عندي أسئلة أه طبعا عندي أسئلة والراجل يعني أنا بشكره جدا على تعاونه معي للأمانة لأنه ما بيبخالش عليا بأي معلومة وأي حتى السؤال أنا بسأله بحاول يرد عليها فيه باستفاضة آآ فزي ما بقول لك لأ أنا شايفه أنه عمل حاجات كويسة جدا 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 للفرقة